من جبل الزيتون أريد أن أتكلم عن المسيح والحرية الحقيقية بالواقع نحن نعيش في عصر الكل ينادي بالحرية ومفهوم الحرية من شخص إلى آخر يختلف من مكان إلى مكان خليني أرجع من أيام المسيح كانت كل البلاد تحت الاحتلال الروماني والإمبراطورية الرومانية كانت مستعبدة 70% من إمبراطوريتها كانوا عبيد فإذا تخيل معي من منطقة إلى منطقة كيف يكون الشعور وطبعا هذه المنطقة شهدت أحداث كثيرة تاريخيا لهذا الموضوع في هذه المنطقة كمان في فئات دينية كان في صدقيين اللي كانوا يعتبروا اللهوت العصر أو الليبرالي والفرسيين هم جماعة المدققين وعندك الهيرودسيين كانوا موالين لهيرودوس يعني للرومان وعندك السينيين اللي كانوا عند البحر الميت اللي كتبوا مخطوطات قبران قال لك سيبك من القدس وكل مشاكلها وفسادها في هذا المكان خلينا نكون بخلوة لوحدنا في الصحراء والمجموعة الأكثر شهرة في موضوع المقاومة هو جماعة الغيرين أنه عاوز يقاوم الرومان عن طريق طبعا العنف ولما عملوا هذا الشيء في سنة 66 ميلادي حاصروا أورشاليم وطبعا بالنهاية سنة 70 ميلادي دمرت أورشاليم تدمير كامل والرب يسوع اتكلم عن موضوع الحرية قال يسوع المسيح إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم يسوع بيتكلم للناس اللي آمنت ومع كل هذا برضو كان في صد كان في ردة فعل إنه إحنا لم نستعبد قط وهذا غير صحيح لأنه استعبدوا لشعوب كثيرة ولكن على الأرجح كانوا بيقصدوا إحنا رغم إنه مستعبدين للرومان ولكن إحنا أبناء إبراهيم إحنا أحرار يعني حتى من ضلنا أحرار بغض النظر كنا تحت العبودية ولكن حول المسيح إلى موضوع أهم من إفهاي قال الذي يفعل الخطية فهو عبد للخطية فإن حرركم الإبن أي يسوع المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا والكتاب المقدس بيتكلم عن التبرير من خلال الإيمان بيسوع المسيح هذه المنطقة أحبائي من قديم الأيام شهدت احتلال في كل العصور وفي كل الأزمان ابتداء يعني إذا رجعنا حتى للأشوريين القدماء والبابليين ومنرجع للفرس ثم اليونان ثم السلقيين والبطالسة يعني مملكة اليونانية التي تقسمت ثم الرومان حكمت بقبضة حددية ثم البزنطيين ثم العرب الإسلام بردو جاءوا وحكموا ثم الصليبيين وبعد الصليبيين الممليك والعثمانيين ثم البراطنيين وطبعا البلاد اليوم بغض النظر فلسطين إسرائيل يعني كل الموضوع ما زال مشوش فوضى عارمة والكل بنادب الحرية من طرفه من جانبه ولكن المسيح نادى بحرية تختلف كليا الحرية من الخطيئة وهذا اللي شدد عليه يسوع المسيح في تعليمه برضو اليهود المتدينين وضعوا أعباء وأحمال على كاهل الناس ومن مظاهر التدين وأشكال التدين الخارجي من التقاليد الكثيرة وطبعا التقاليد اللي بتتعلق في يوم السبت ومن الرياء المبرقع ومن الكبرياء وهكذا أحبائي كأنه انفصلوا عن المجتمع فالناس يعني رعية بلا راعي وعدى أنه رأساء الكهنة في منطقة الهيكل كانوا بيملك دار الأمم والبيزنس فالرب يسوع اضطر أن يطرد الباعة والصيارفة وقال بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص كثير من الناس كانت تتوقع مجيء المسيح ليطيح بالإمبراطورية الرومانية ولكن المسيح قال ها إن ملكوت الله داخلكم مملكتي ليست من هذا العالم المسيح علم عن الملكوت الجديد وهذا الملكوت يبتدأ بتتويج المسيح الرب والملك على الحياة والكيان والخلاص من الخطيئة وعندها تبتدأ مملكة المسيح تنمو وتتقدم فنحن لا نتكلم عن دول أو شعوب يقال هذه دولة مسيحية لا لا يوجد هذا هذا شيء غير كتابي ولكن في ملكوت الله الذي يمتد في كل مكان فتعليم المسيح كان صادم للمجتمع في تلك الأيام عندما رأوا المعجزات ولسيما أشبع الألاف عند بحير الطبرية أرادوا أن يخطط فوه ويتوجوه ملكا ولكن المسيح اعتزل وهنا أحبائي في منطقة الهيكل عندما قالوا لمن ندفع الجزية قال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله اشتركوا في القناة